ضم إلينا مباشرة من مقر البرلمان مفادنا عبدالطيف بن طالب عبدالطيف أهلا بك أهلا بك هشام وأهلا بكل المشاهدين الكرام أسألك بداية عبدالطيف ما أبعاد هذا المنتدى الدولي حول العدالة الاجتماعية نعم هشام فالمتدى البرلمان الدولي السابع للعدالة الاجتماعية والمنظم بشركة ما بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو بعنوان بارز الرأسمال البشري رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية ويأتي هذا احتفاء بالعدالة الاجتماعية وهو يوم عالمي يحتفى به دائما في اليوم العشرين من شهر فبراير إضافة إلى أنه الدستور المغربي كما يعرف الجميع يكرس هذا البعد الاجتماعي ثم النموذج التنموي الجديد وأيضا المبادرة الرائدة مغربين وهي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه كلها تساهم في إعطاء العنصر البشري ركيزة للتقدم والتطور لأنه من دون رأس مال بشري ومن دون تطويره لا يمكن الوصول إلى مستويات كبرى في جميع الأصعيدات اقتصاديا واجتماعيا تنمويا سياسيا وغيرها بالتالي الركيزة هي الرأس المال البشري الأول ثم لا ننسى السياقات الدولية الراهنة نتحدث عن التعافي من تذاعيات جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى التضخم وغيرها من الإشكالات الاقتصادية نعم عبدالطيف بالنسبة للعدالة الاجتماعية أين تتجلى أهمية هذا المجال؟ نعم وكما سبق في التقرير قبل قليل في أشغال هذا المنتدى الدولي ثم الوقوف عند مجموعة من القطاعات بعينها مثل الصحة مثل التربية والتعليم والاقتصاد وغيرها وحتى الثقافة فمثلا كما جاء على لسان رئيس مجلس المستشارين سيد نعم ميرا أكد بأن العنصر البشري هي ثروة وطنية بالتالي يجب أن تحظى بالاهتمام الكبير وأن تشمل الاهتمام في جميع القطاعات وفي عدة أبعاد نفسية وجسدية وذهنية وغيرها كما أكد على مداخل أساسية لهذا التقدم أي تقدم الرأس مال البشري مثل التربية والتعليم وكذلك الصحة من جهتي أيضا لضشامي كما استمعنا إليه أكد أنه ما زالت هناك بعض المنافذ من أجل استثمار العنصر البشري على الصعيد الوطني لكن في الوقت ذاته أكد على وجود مجموعة من العراقيل التي تحل دون الوصول إلى مستويات مهمة من قبل ذلك الهدر المدرسي وعدم ملاءمة التكوينات التعليمية بسوق الشغل وأيضا ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي طيب عبدالطيف ماذا عن أبرز الخلاصات التي يمكن ربما أن يخرج بها هذا المنتدى أو خرج بها إن كانت لديك معطيات بهذا الخصوص نعم هشام فالمنتدى لا تزال تجري أطواره وسيختتم فعاليتي بعد دقائق معدودة بالتالي التوصيات ستكون مهمة جدا وتهم بالأساس تنمية وتطوير قدرات الرأس المال البشري الوطني فالكلمات تناوب على التدخل فيها طيلة هذا اليوم مجموعة من الوزراء مجموعة من المسؤولين سياسيا اقتصاديا وحتى الخبراء في مجموعة من المجالات المدنية وغيرها فبالتالي المشاركون من بين التوصيات ومن بين التحديات والخلاصات التي يمكن التركيز عليها مثلا تعزيز أنظمة الشغل وتقوية آليات الحماية الاجتماعية وتحفيز الكفاءات والحفاظ على المهنة المهددة بالزوال مثل نتحدث هنا عن بعض الصناعات التقليدية المهددة بالانتثار فهذه التوصيات كلها ستقدم للعمل الحكومي بهدف واحد وهو تنمية الرأسمال البشري طبعا عبدالطيف سنتابع فيما بعد التوصيات التي سيخرج بها هذا المنتدى عبدالطيف من طالب موفدنا إلى مقر البرلمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر